في إنجاز يعد الأول من نوعه بالمنطقة احتفلها في جامعة السلطان قابوس بتسير أول رحلة عبر حافلة شركة النقل الوطنية العمانية مواصلات والتي تعمل بواسطة الديزل المجمع الوقود الحيوي المنتج في مختبرات الجامعة والمستخرج من زيت نوى التمر باستخدام محفز كيميائي مبتكر قابل لعالة التدوير وبذلك يخفض تكلفة الإنتاج ويكون منافسا تجارية ما رأيناه اليوم هو نتيجة تكامل القهود المؤسسات المختلفة سواء الجامعة في الجانب البحثي والمؤسسات المختصة المختلفة في القطاع الخاص ام مواصلات كناقل وشرك طبعا هذا سينعكس أيضا على تركيز على الأبحاث العلمية التطبيقية وتحويلها إلى منتقي يمكن يستخدم في كثير من المقالات في القطاعات المختلفة الاقتصادية في السلطان إن شاء الله فكرة هذا التتشين يكمن في صناعة بايو ديزل من زيتنا والتمر فكرة البايو ديزل ليست فكرة جديدة ولكن الجديد في الموضوع هو استخدام زيتنا والتمر في صناعة البايو ديزل وحتى هذه الفكرة لا تعتبر جديدة جدا ولكن كميات المنتجة هي كميات كبيرة ولأول مرة تسير فيها حافلة حسب قراءاتنا وحسب دراستنا للموضوع شفنا أنها أول مرة تحدث في الوطن العربي وسعيدين جدا بهذا الإنجاز وبدأ المشروع في عام 2015 حيث سعى إلى إيجاد طريقة جديدة ذات كفاءة عالية لاستخلاص أكبر كمية من زيتنا والتمر يمكن استخدامها لتشغيل محركات الديزل في المركبات وقد فحص المنتج في مختبرات جامعة السلطان قابوس ومختبرات دولية وأثبتت التحليلات التي نشرت نتائجها في دوريات علمية محكمة جودة المنتج وتقليله من الانبعاثات الملوثة للبيئة كان بداية إنتاجنا في كمية بسيطة وصلنا إلى 100 ملي بعدين تعاوننا مع شركة تنمية نفط عمال لزيادة الإنتاج إلى 100 لتر وطبعا كان هدفنا في هذا المشروع أننا لا يكون معنا في مخلفات ناتجة من هذا المشروع استفدنا من كل حاجة أنتقت في هذا المشروع طبعا أنتقنا البيو ديزل أو الديزل الحيوي نحن بدأنا العمل باستخراج الزيت من نواء التمر من أول الخطوات من نواء التمر بعملية طحنا عملية من بودرة نواء التمر استخرجنا من الزيت وبعد عملية الزيت هذا قلنا بعملية التصفي لهذا الزيت من أجل في النهاية نستخدم أو انطلع في النهاية الديزل الحيوي ويترجم هذا الإنجاز أهمية التعاون والتكامل بين مختلف المؤسسات والارتقاء بمنظومة البحث العلمي في سلطنة عمان وتحويل المعرفة إلى عائد اقتصادي من خلال إيجاد حلول وبدائل للتحديات التي تواجه شتى القطاعات تدعم فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقق التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر